أفدت مصادر مصرية مطلعة للقاهرة الإخبارية بأن حجم الأدوية والمستلزمات الطبية التي أدخلتها مصر لقطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي بلغ 10868 طن كذلك أوضحت مصادر مصرية مطلعة القاهرة الإخبارية بأن حجم الوقود الذي أدخلته مصر للقطاع منذ بدء العدوان بلغ 10235 طن من الوقود وعن المواد الغذائية فقد أكدت مصادر مصرية مطلعة بأن حجم المواد الغذائية التي أدخلتها مصر للقطاع بلغ 129329 طن من المواد الغذائية كما أدخلت مصر كذلك للقطاع وفقا لهذه المصادر 26364 من المئة منذ بدء العدوان الإسرائيلي وحتى يوم أمس كذلك أدخلت مصر للقطاع منذ بداية الأزمة وحتى أمس 123 سيارة إسعاف وأكثر من 43 ألف طن من مواد الإغاثة وقد استقبلت مصر وفقا للمصادر المطلعة 37006 مصابين منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة كما أكدت هذه المصادر المطلعة القهيرة الإغبارية بأن مصر استقبلت 6071 مرافقا وحالة إنسانية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة وحتى أمس كذلك استقبلت أكثر من 64600 من الفلسطينيين من مزدوجي الجنسية منذ بداية الحرب وحتى أمس كما استقبلت مصر أيضا 582 رحلة جوية تقل مساعدات من دول العالم لقطاع غزة أضافت المصادر المصرية المطلعة أن 87% من إجمال المساعدات التي دغلت غزة مقدمة من الدولة المصرية أو من مؤسسات المجتمع المدني بها